يعكس الأدب مرايذات الإنسانية وأغوارها الثقافية والفكرية وتفاعلاتها الاجتماعية وتبدو الأنا واضحة في بعض النصوص حيث يكون البوح مباشرا من قبل الأديب وهي وإن بدت مستترة ببعض الأحيان وبدى الكاتب غير منشغل بأناه فمن الجائز أن تظهر بضمير السارد أي عبر الشخصيات التي قد يحملها الأديب خبراته وتجاربه انتصاراته وانكساراته فرحه وخيباته ومهما حملت الكتابة من أغراض وعكست حالات اجتماعية ونفسية وتجارب شخصية وواقعية للكاتب يبقى السؤال ما هي العلاقة بين الشخصيات أو شخصيات العمل الأدبي والروايات المعروفة واصلتها بالمؤلف وإلى أي مدى تؤدي كتابة التجارب الشخصية إلى التصالح مع الذات لدى الكاتب وهل الذاتية في الكتابة تعيق تماث النص مع القضايا الإنسانية العامة؟ هالأسئلة راح بترحها على ضيوفنا بالستوديو الشاعر والمسرحي والفنان التشكيلي أدهم الدمشقي وعبر الهاتف راح بيكون معنا مداخلة مع الكاتب والشاعر حسين حجازي أهلا وسهلا فيك الصديق الشاعر أدهم دمشقي صباح الخير كاتي صباح النور كيفك؟ الحمد لله يعني بداية هيك سؤال بديهي بيخطر على البيل أنت شاعر وعندك خبراتك وعندك كذا مؤلف أول شيء ليش بتكتب؟ يمكن صار من السهل نجاوب الجواب اللي جاوبوه كتير شعراء قبلنا أنه يمكن بيكتب لأنه ما بعرف عموا شيء تاني هذا الشيء اللي دايماً بيجاوبوه الشعراء والفنانين لما ينسألهم ليش بتكتب في عدة أشياء بيسألها لحالي ليش كل مرة ليش بيكتب مرات بيجاوب لأنه تأنسى أني عايش وتفتش على الحياة بقلب العيش مرات بيكتب لأنه في كتير أسئلة عبالي يفتش عليها والكتابة هي الطريق ممكن الوحيدة يلي بتخليني يفوت صوب ذاتي ويفتش عن هاي الأسئلة وعن هاي الأجوبة حلو طيب أدهم دمشق هالإشكالية التصالح وجمالية النص الشعري هي من اقتراحك ونحن نتناقش دايماً بالأمور الأدبية وكنا نتناقش أنا وياك وحبيت أنك تطرح هالإشكالية أنت لما بتكتب تتصالح مع زيتك وكيف؟ هالعنوان اللي طرحناه اللي هو موضوع نقاشنا اليوم هو للحقيقة جدارية البحث اللي عم بشتغل عليها هلأ بالكتابة واللي هي الألأة الشاغلنة بالشل الشي اللي عبالي أني أطرحوا أو أني أدموا عصاعد تجربة الشخصية بالكتابة وهذا العنوان هو منه هو اقتراح هيك سريع هو نتيجة تجربة عم بشتغل عليها حوالي تقريباً يمكن قول عملي 26 إلى 26 سنة عم بفتش تقوصل لهون ووان بدي يقوصل بعدين ولكن ببداية أول كتاب اشتغلت عليه لهو لو أني الله كانت تجربتي بالشعر تجربة بحث عن القصيدة وعن الجماليات الشعرية واللي هي قصم منا موروث ونحنا ورتنينه وبذلك ذكرنا مشاعرنا وبذلك ذكرنا ذكرياتنا وبيرضينا بالصعيد الشخصي وبيرضي المستمع اللي هو معوض على هيدا الموروث الشعري فبلو أني الله كنت عم بلعب دور الشاعر اللي بيحب يفتش على هالجمالية ويغري الدينة بنفس الوقت كنت محمل النص طبعي قضية اجتماعية اللي هي كنت عم بحكي فيها عن قلق الناس وهموم الناس ولكن بعدين لقيت أنه كل الطرقات الما بتعبر من الداخل للخارج هي طرقات بتفضي للفراغ وبتفضي لللعب البهلواني مرات فلهيدا سبب لحتى ما أقع باللعب البهلواني اللي ممكن يغرق فيها كل شاعر بتستهوي اللغة الشعرية وتستهوي جمالية الصورة الشعرية قررت أني غوص مغامرة أني ادخل صوب ذاتي أكتر ولما دخلت صوب الذات الذات هي إذا بدك الخزان والمخزون الأول لقراءة العالم الخارجي يعني إذا بنقرأ العالم الخارجي نحنا بنعرف إنه قراءة هذا العالم الخارجي مرتبطة كتير بالمخزون اللي موجود جوات كل واحد مننا يعني كل واحد بقري على طريقته وعبر مرايزات ككاتب صحي ككاتب أو كإنسان إذا بده يقرأ الآخر ما نحنا بنعرف إنه قراءة الآخر هي مرتبطة بالمخزون اللي نحنا عنا يين أنا بقراك بالخلفية اللي أنا موجودة جواتي فكذلك ككاتب إذا بده يقرأ العالم والمجتمع اللي حواليه بده يقرأه من خلال المخزون اللي عنده إياه فلهدا سبب لما فتحت تقيم المخزون اللي عنده إياه التقيت بكتير ذكريات مهمة هي اللي شكلت عندي أسئلة إنه طب أنا ليش بدي أكتب أنا ليش خطرت إني كون شاعر أنا ليش خطرت إني كون كاتب هل لأنه بمرحلة معينة من طفولتي عشت عقدة نقص تجاه البيئة اللي أنا عايش فيها اللي أنا جاي عليها غريب من ضيعة غريبة على بيئة غريبة هل هي نتيجة إنه أنا بدي يكون موجود بدي يسبت إني موجود بمحل معين إنه أنا عندي صوت فيني يوصله طب هل صحيح إذن الكتابة هي الخيار السليم لشخص إنه أنا هل اخترت صحيح الكتابة كرمال اخرج من عقدة النقص يمكن اللي عاشتها كغريب بمنطقة غريبة هل الكتابة حقيقة وصلت للشي اللي أنا كان بدي يوصله هوني بلشت لحتى أقدر ثبت إيماني بإنه أنا لازم كون بهالمحل بلش أطرح حالي على نفسي هيد الأسئلة واللي خلتني أرجع عيد قراءة طفولتي بكتاب لم يالد ذكرة لم يالد أنثى اللي هو أعادت فيه قراءة مرحلة كتير مهمة من طفولتي هي المرحلة اللي عاشت فيها بظهور الشوار وكانت مرحلة مشحونة بالفقر وبالمعاناة وكانت وفا بيك أنت صغير أم كانت تشتغل تنظيف بالبيوت كيف كانت تاخدني معا وروح ننظف لبيوت هالعقدة الغريب عمل لك عقدة مقص هيدا الموضوع؟ طبعا كل إنسان هيدا اللي خليك لما تكتب أنك تجمل الواقع وتخليك تتصالح مع هالعقدة اللي بداخلك وتعيشها بشكل أفضل؟ طبعا الكتابة بالنسبة إلي إيمان على أنه نحنا ما فيه نرتب الشيء المرتب الشغلة المرتب هي مرتب فينا وبلانا وبنفس الوقت لهذا سبب الحياة مرات بتخربطنا كلمة تعيد ترتيبنا بمطرح جديد مرات مطرح أسوأ ومرات مطرح سيء ومرات مطرح منيح فلهذا سبب كمانا كان إيماني باللغة وبالشعر أنه نحنا ما قلنا كتير فضل أنه نقشع على الأشياء الجميلة جميلة ما هي جميلة فينا وبلانا الإدراع أنك تقشع بقلب القبح الجمال ولهذا سبب النص يلي عم نطرحه اللي عم بطرحه مؤخرا بالكتبان الآخرين هو البحث عن الجمال بقلب القبح اللي ممكن يعيشه كل واحد منه كل إنسان معرض بمرحلة معينة أنه يواجه مجتمع صعب ويواجه حقيقة صعبة بطفولته أو بصباءه بمراحل حياته ولكن كيف يتعاطى مع هذه الأمور هي اللي بتكون تجربته أو بتحدد شو هو مستقبله فلهذا سبب الخربطة اللي بتصير بمرحلة معينة بطفولتنا أو بصبانا هي اللي بتحطنا بالترتيب الجديد إما بتحطنا بترتيب إجابي يعني اللي هو بتخديك صوب الكتابة والفن أو ممكن تخديك صوب الانحراف والإجرام يعني خلال تجارب اللي اشتغلت فيها مع زينة داكاش من وجهلة تحية اللي هي ناشطة بالسجون اللبنانية بالعلاج بدراما لما درست دراما ثرابي معه وشفت كنت متطوعة معه بالسجون اللبنانية اللي هي كانت تشتغل مع المساجين علاج بدراما اكتشفت على أنه نفس المعاناة ممكن تقود الشخص صوب الإجرام يعني كل مجرم هو عانى بمحل معينة بطفولته معاناة أخدته صوب أنه رتبته بترتيب تاني اللي هو أنه صار مسجون بالحبس فنفس المعاناة ممكن تقود الشخص صوب الإنحراف ونفس المعاناة ممكن تقود الشخص صوب الإبداع صوب لنقول الإبداع أو البحث عن الإبداع لحتى ما نبداعي صبغة الإبداع طبعا لأنه أنت دايما بيسعي أنك تبدأ لأنك متواضع وبتعرف أنك مشروع شاعر يمكن مثل ما كلنا لازم نقول عن حالنا أكيد ما حدا مننا وصل طبعا طيب ما وصل إلى لي اللي انتهى طبعا بينتهي لما يفصل أنت لما بتجمل هالواقع البشع بالكتابة إذا كان في عندك لحظات جميلة مرت بحياتك لحظات فيها دهشة فيها إبهار وبدك تكتبها هل بتقدر تحافظ على لحظة الدهشة الأولى؟ كل دهشة حلوة شو ما كانت تكون حتى الحضور قدام الحزن وقدام الفرح جميل بالإجمال الطفل أنا بحس أن الطفل اللي بيكون عايش بمرحلة معينة فقر بيبقى منه عارف أنه فقير يعني مرة كنت بخلال روحتي عالجامعة كنت سيني أولى جامعة كنت أقطع قبل ما أجيب السيارة كنت أنزل ماشي وأقطع من طريق لطريق ومن بوسطة لبوسطة فكنت عم بعبر جسر نهر الموت أنا عم بقطع جسر نهر الموت بلاقي شحادة قادية عالجسر وبنتها عمرة شي سنتان اللي هي أول مشيتها عم تلعب على الجسر وصيحتها مملية الدنيا يعني قرنتها بابن أختي اللي هو بس يلعب بتل الدنيا هو عايش ابن أختي عايش بيقى مرتاحة بيبقى مبسوط كتير وما حسات فيه اختلاف بين هذا الصبي اللي عايش عنده أمه باي ومسؤولين عنه وعنده رفاهية بحياته وهي البنت اللي موجودة على جسر بنهر البوت كمان عم تلعب وتنبسط فعليا اتنيناتهم ما عندهم وعي للمكان اللي موجودين فيه وما عندهم وعي للحال اللي عندهم إيها إذن المعاينات بتبلش من لحظة الوعي من لحظة وعي الإنسان للبيئة واللواقع اللي هو موجود فيه والحقيقة اللي هو موجود فيها إذن الدهشة اللي هي قبل مرحلة الوعي دايماً حلوة شو ما كانت تكون هي حلوة فتتحول لبشاعة لما يدخل فيها الوعي ويبلش الإنسان تصير واعي للمطرح اللي هو فيه والوعي هو اللي بياخدك صوب يا أما النقمة الإيجابية أو النقمة السلبية وهون ساعتها وعينا للمطرح اللي نحن موجودين فيه هو اللي بيحدد نحن بأي الطريق بنا نسلك فأنا مثلا سلكت الطريق أنه لما حسيت حالي غريب عن البيئة اللي أنا موجود فيها أو يمكن بمطارح بصغري مرفوض بالبيئة اللي أنا موجود فيها بحثت عن اللذة اللي كنت توصلني من خلال قراءة الكتب الأدبية من خلال مشاهدة اللوحات من خلال أني أنا لما كنت أغرق مرات أني أتفرج على نجوم السماء أنا وقاعد بالليل على البالكون وأحلم الحلم كان بديل بالنسبة لي مثلا كلنا بنعرف أن الحلم بديل عن الواقع مرات بيكون فمتعتي كنت انبشى من المطارح اللي هي حردت أنا الطريق اللي بدي أسلكها فإذا لما كنت عم بقرة كتاب حلو الجمال اللي كان موجود بالكتاب كان يعمل لي الاكتفاء الذاتي تماما نفس الشيء نفس الشيء اللي منلاقي نحن عن بعض المراهقين لما يواجهوا مشكلة معينة وينزلوا على الشارع والشارع يأمل لهم هيدا الاكتفاء ويبسطهم بأنه يعطيهم الرضا والبلاجر اللي هني بحاجة لأله فمنلاقي أنه بيسلكوا طريق الانحراف لأنه بيصير الانحراف هو يلي عم يعطيه البلاجر للمراهق أنه أنت قوي وانت قادر تنصب وانت قادر تسرق وقادر تتعاطى وقادر تعمل كل هالاشياء وانت قوي أنك قادرت تعمل هذا الشيء بالسر عن أهلك وبالسر عن مجتمعك وغصب عن مجتمعك فنفس هاي البلاجر اللي ممكن يحصل عليها المراهق نتيجة الانحراف ممكن تسائب الظروف أنها تدعي شخص أنه بدل ما يروح صوب الانحراف يفوت على مكتبة المدرسة ويقرأ أنه بدل ما يروح صوب الانحراف يتأمل بالنجمة وبالزهرة ويتمشى بالطبيعة ويسلق شعر مثل ما كانت عم تتخذني ونسلق قرص عني وخبايزة فأنا كنت هي تخبق تسلق قرص عني وأنا سلق شعر صالح مع ذاته لما بيكتب تجاربه الخاصة أكانت سلبية أم إيجابية وحكي عن الوعي على القضايا اللي هو بيعيشها وكيف بيقدر يجسدها عبر الكتابة حبيت أسألك أستاذ حسين حجازي هل الزاتية بالكتابة تعيق تماس النص مع القضايا الإنسانية العامة؟ يعني أول إشي في نوعين من الزات في الزات اللي هي خاصة بالإنسان نعم في الزات الاجتماعية الزات اللي هي خاصة بالإنسان هذي دائما بتوتر مستمر بين الإمكان واللاإمكان بين القوة وبين الضعف بين الحب بين الكراهة دائما بتوتر مستمر هالذات هذي الدخلي فهالذات هذي عم توقف قدام شغل إنجام قضي ومشكل معضي اللي هي الهروب الزمن اللي هي الموت اللي عم ينتظرنا على الكوع لا مناص من الموت نعم الموت هذي الشعور أما بتسبب بتسلل العدم إلى مساحة شعورنا حلو كلعبة إضافية لتوتر الذات مهم شو منعمل نحن لحتالي نخلص من هالهم المقيم هذي نلجح إلى الحلم نعم نلجح إلى الحلم إلى الحلم والحلم شو بنلاقي بالحلم؟ بنلاقي شكلتين بالحلم نعم بنلاقي المرأة بنلاقي المرأة بنلاقي من فاز إلى الحرية مهم من خلال الحلم نعم فعني بالحلم بحلم وبس إحلم وبدلتقي بالحلم والمرأة والحرية مباشرة بيبدأ ذاتي يعني بأن تعبر على النفسها ذات القلقة تعبر على النفسها بالشعر بالفن بمختلف أدواته بالموسيقى نفاز إلى عالم الحرية مهم طيب أن سيدتي لما أنا بدي أحلم ما ما أقولي أحلم بشي مش حلو نعم بدي أحلم بشي حلو مهم وهون الزات اللي إلي عليه بده تصددم بالذات اللي هي إجتماعية اللي قائمة على النفاق نعم الزات الاجتماعية يعني نحن نلبس قناع اجتماعي دائما نعم لأ مثل ما بيقول جلال شوزي فيه جلال شوزي فيه وشيئها نعم ايوة انا بس اتطلع فيك بشيئك عم شلحك حريتك انا بالمجتمع ذاتي منها حرة زاتي خاضعة لقوانين وتعاطياته الى غري فهوني بصة دي مقالي مبلجأ لذاتي بعمل فن بعمل شعر والشعر اصلا ما له مجار غير المرأة والحرية ما له مدار ما له مدار الوطن والقضايا الاجتماعية وطن ما له مدار الوطن بيعنيلك بقدر ما هو حرية نعم بقدر ما هو مرأة بقدر ما هو حاضية ما بيعنيلك حجرك ما معرف شو بتنبهوله صف ميص يعني انه وطن حجارة وكذا نحن بالاسس ما نتعامل بالذات بالفن نتعامل مع الذات القلقة اللي هي عم تحلم واللي هي عم مالة بتبجع بيحلموا مم بللك مثلا واحد مثل بيحلم طرق شوايف واحد اسمه حسن احجازي حسن حسن احجازي بيحلم حسن احجازي بيحلم حسن احجازي بيحلموا نعم احجازي بيحلموا احجازي بيحلموا اما الطواويس اوليك اللي بيحكوا بيعملوا شعر بذات الاجتماعية خارج عن نفاع اهه احنا بلنا نعمل يعني في نقص الشفافية يعني نعم لما نكتب بذات الاجتماعية ما منكون عم نعكس داخلنا الصافي عم نكون عم نافق وانتا نحن بس نحزن بس الحزن ناخذ منينا كل المأخذ نعم نعم نحس بالتهديد الرهيب لذاتنا الخاصة نعم نحس من اولا متل معاني سيد الحمار حسن الامين واذا الحزن مر بالشعر ندى واجهه بالشروق ولا معاني حل شوف كيف الحزن حل لانه ذاته ذاته الخاصة تعددن يعني الحزن اعتمل فيها بلا تغرب للعلم تغرب للإبداع حل واني بتأديري مثل اسمعتنا وضيفي كتير حلو تجربته الاخرية وانا يعني معجب بالحقيقة باختيارك نعم وبتجربته للغلية وكتيري يعني صادق وحلو وقالي شكرا لك شغلي بعد بالنسبة لله لللغة لغاتنا نحن نحن عم نتعمل بالشعر مصطلح مصطلح محدود محدود التعبير عنه مضمنا مرتبطين بمعانيه بمجلول هاته للشعر قالي بحلم قالي انه هلأ بحلم قالي بالحرية نعم بدي بقهار ذاتي قلقة بالحرية وبقهار العدم بالحب بالمرأة نعم بالمرأة ميش المرأة اللي هي بوردال واللي هي بالمرأة كهي رامز اللي يا الله اتمنع على الخلق نعم يعني يا الله مش كالمرأة بدي يصلع ولا بدي يجيبه تراب ويجيب له هنا بتطفية فاوكل هذا الامر الى المرأة اللي كوني امينة على الخلق واتمنع على ذلك هي المرأة اللي بدي قلي اهروب لعندها من عدمي حلو حلو من التهديد بالزوال يا استاذ حسين حجازة يعني رأى حديثك جد يعني كنت عم تقلي اشي كتير وهيك بدي وقف عندها وقدما غني بالحديث يعني اتخدت نسيت شو بدي اسألك كنت بدي اسألك كمان يعني عن هذا يعني الهروب الى الحلم يعني كيف بتساعد مفردات اللغة يعني كيف بيقدر يعبر عن حاله متل ما قلت حضرتك انه اللغة محدودة كيف منقدر نوسع ملعب اللغة لانه دائما نصطدم بهالعائق لما منيجي لنكتب منحس انه اللغة ما بقى ساعتنا وانه مفردات عم تتكرر وانه بدي مصطلح جديد اقدر جدد فيه وكون متجدد وكون حداسة فيه حلو سؤالك كيف منقدر نلعب هاللعبة عندما شغلي باللغة العربية نعم هي اكتشفنيها جديد اسمها زحلقة الكلام نعم من الكلام من زحلق وبنقيمه من حجريته من الصلاح وبن صفاقة الدلالي نعم بني اعطيك مثل والكوران بيقول حتى اذا اتيا اهل قرية فستطع مع اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقب شوفي كيف امر ومصطلح من الجمال وانسنه نعم فقال حجر يريد حلو كيف زحلقت الكلام وايجاد الصورة نعم ايجاد الصورة استفاق الكلمة بالكلمة بالكلمة ايجاد مناخ لتمرير الصورة تهريبة اذا ردك انها رغبة تهريب فيه تهريب للصورة نعم تكادو يدي ايك شو قال بس الان جواري نعم عن الضفادع اللي هي كلمة بشعة ضفادع والنقيق نعم قال سلام على جائلات نقيق على الضفتين بريد الهواء شوفت الفادر القبيح مثل ما انت بديك تقولي نعم واملو شي حلو ببريد الهواء حلو سلام على جائلات نقيق اهه لكن ما افشع له الكلمتين نعم جائلات النقيق نعم على الضفتين بريد الهواء يعني هوني تلاقيت مع ضيفي الشاعر الدمشقي لما بيتصالح وبيعمل جمالية بالنص الشاعري نعم حلو ايه ما اعملك انا يعني انا انت بحضروا الشؤال حلو هون جائلات النقيق هرب فيها للكلمة زحلاء الكلام وجابوا شواء بريد الهواء حلو لايك كيف هرب للحلم اعمل الكلمة حلوة معنا او هذا البدوي اللي دايب شققين عم بيقول بس سيد قرة صابيع تلقر به ليلى نعم بيوروب بيوروب بالشغلة متل ما متل ما قلتة بتغرب باللحلة ومتل كده عيشانا بيقول له بيوروب بها المعنى اللي هو بها الصفاقة اللي انا وبيوروب الى حيث الحلم حلو حلو احنا بلنا منفق للحرية بنحلم حلو انا هون بدعيك استاذ احسان حجاز انك تبقى معي على الخط لانه بدأ اخد رأي اه ضيفنا ادهم الدمشقي باللي عبداله تفضل استاذ ادهم اولا بدي واجه تحية لقلك سيد احسان على الكلام الرائع لقلته اه صحيح انا اه طبعا بوافق على انه الذات الاجتماعية اه بتاخد الكاتب كتير صوب المنافقة لانه بتحولوا من اه من ارضاء الحقيقة صوب ارضاء المستمع ونحنا كلنا من نعرف انه قداش بيواجه الشاعر مشكلة اه مع ارضاء المستمع وهون بنجي لسقرات انه لما نقول حسنات الديمقراطية انه حكم الاكترية وسيئتها انه حكم الاكترية يعني اذا الاكترية سيئة بتصير ديمقراطية سيئة او اذا المستمع سيئ صار صار الشاعر اللي عم يرضي المستمع اسوأ منه فلهيدا سبب بدي اه نعلق على نقطة الذات الخاصة اللي كان عم يحكي عنا الاستاذ احسان واللي حقيقة انا بوافق عليها اه وبشدد على انه صحيح محور الكتابة الاهم هو المرأة والمرأة بما اشار له اللي هو الخلق اه يعني المرأة اللي هي ممكن تكون المرأة الام المرأة الحبيبة اللي هي دايما بتدعيك صوب الخلق لانه اه لما بالاول حكينا على انه اه الكتابة بالنسبة اللي هي الهروب من العيش صوب الحياة الحياة هي اه بما يعني انه البحث عن ولادة ولادة ثانية اه والولادة الثانية هي بتحتاج لام فلحتى يقدر كل شاعر يولد ولادة ثانية بحاجة لامرأة اه واللي هي الامرأة ممكن تكون الام او الحبيبة لحتى تساعده انه يولد بنص جديد ويولد بذات جديدة والمحور اللي هو بالنسبة لي الاهم كمان هو الانسان لانه الفن لما يبتعد عن جوهر الانسان يعني كلنا بنعرف نحنا انه كل الاختصاصات مهمة ولكن الطبيب اذا غلط بيعطوا بمريده الفنان اذا غلط بيعطوا بسقفة مجتمع اذا الفن اللي هو بالدرجة الاولى بيعني معني انه انه يكون انساني بالدرجة الاولى كذلك لما تكون الذات الخاصة تنتقل من خصوصية شخصية بتاعني بس الكاتب لا تتحول اي قضية عم يعالجها لقضية انسانية هون بيكون قدر انه النص ينتقل من الخاص للعام فلهذا سبب كل انسان له حق انه يكتب كل انسان له حق انه ياجه مشكلة ويكتبها ولكن شو اللي بيخلي انه اللي كتبه يصير نص مطروح او مطبوع لانه يقرى القارئ يلي بيخلي انه هيدا النص يصير مطروح ليقرى القارئ هو كمان البحث عن جماليات موجودة ضمن اللغة والسؤال اللي بيكون هل هيدا الذات الخاصة قدرت تنتقل من الخاص الى الانسان تما نقول الى العام لانه العام كلمة كتير يمكن ما بتشبه الفن فهل ممكن انتقلك من ذات الخاصة للذات الانسانية اذا قدر الكاتب انه ينقل تجربته من الذات الخاصة اللي بتخصه وحده للذات الانسانية هون بيكون قدر يحقق شي كتير مهم بالفن انه قدر يحول تجربة او معاناة خاصة صارت معه لتتحول لقضية انسانية بتعني اي شخص بالانسان لهذا سبب نحنا ملاقي باذا منقرأ تاريخ الرواية وتاريخ الشعر منلاقي انه كتير من الشعرة فضوا اللي عبالون يقولوا على قلسنة شخصيات بتكاروها بقلب الروايات وتظللوا فيها وتخبوا بيظلة وهذا شي كتير جميل نحنا معا من انتقده بالمعنى السلبي فلهذا سبب نحنا دايما لما نقرأ روايات منسأل انه هيدا الشخصية شو اللي علاقة بمتلا بنجيب محفوظ او شو اللي علاقة بالمتنبئ او شو اللي علاقة بإكس او اتساترا واللي هو الكاتب اللي كتب هيدا الشخصية فلهذا سبب اللي عم فتش عليه بهالمرحلة انه قتل الشخصية انا ما بدي ابتكر شخصية لانه بمحال كأن الاستعارة عم لبسها استعارة وكأنه هيدا الاستعارة لما تلبسيها استعارة يعني كأنك بعدك عم تغرق بالماسك بالقناع يعني صحيح كأنك عم تلبس القناع قناع وهون منكون نحنا غرقنا الكاتب اكتر واكتر ليش ما منحول الكاتب لهو الشخصية اللي عم يعني بصير مباشرة عم بيحكي بلسانه نعم القصة اللي صارت معه وبتحول هو الكاتب انه يقدر يصير النص هو مش حتى المراية مش انعكاسه النص هو ذاته ذاته الخاصة هليكون البوح مباشر بالضبط فهون منقدر بهذا المطرح انه حتى اللي عم يقراكي وكأنك بحوار مباشر بينك وبينه يعني ما عم تحكي معه بوساطة بوسيط لانه كمان الكاتب عبر الزمن تحاور مع القراء عن طريق الوسيط من هو الوسيط هو الشخصية كل الشخصيات هي شخصيات رئيسة او ثانوية هي فيها من بوح الكاتب اللي عباله انه يبوحه فلهكل كان الكاتب عبر العصور عم يتواصل مع القراء عن طريق وسيط فليش ما هلأ بهذا العصر منخلي الكاتب ما بقى يحتاج للوسيط يتحول هو لا يحط القارئ بعلاقة مباشرة يتحوروا وجهاد وجه هادا هو الشيء عم بحث عنو اه اه برجع طبعا بحيي اللي قاله استاذ حسين عن الذات الخاصة والذات الاجتماعية استاذ حسين باي اسألك سؤال اليوم نحنا نعرف انه جبران عالمي ووصل لكل العالم وكتابه النبي يمكن من بعد الانجيل هو الساني مبيعا بالعالم اليوم ليش الغرب سبقنا ما بقى عنا كتاب عالميين يعني نلاحظ باولو كوالو يمكن التالت كتاب بمبيع بالعالم معلوماتي مش كتير دقيقة بس أنا بعرف انه بالصف الأول فيه النبي والانجيل والالشيميست بالصفوف الأولى ما بعرف إذا ما زبوط على اللهم بحقه مية بالمية بس انه من الصفوف الأولى مبيعا بالعالم كتاب الالشيميست باولو كوالو وكتاب النبي لجبران ليش اليوم نحنا بالشرق عم نتخلف يعني ما بقى صار الغرب لحقنا سبقنا بالعالمية يعني بالوصول إلى المجتمع وطرح قضايا المجتمع بالوصول إلى ذات الإنسانية العامة لكن يعني إذا ما لنحنا نستعرف تاريخ العرب وتاريخ الغرب الغرب عملت فلسفة باليونان وانتهت أو راحت انتهت إجوا العرب بس بنيوا عليها بالغرب يعني لا عفوا نشوي إجوا العرب إجوا العرب أيقظوا هالفلسفية لما كانوا ببغداد ولما كانوا بالأنجلوس أيقظوا هالفلسفية وترجموها هندي العرب بواسط طبعا بالناش نقول آآ يعني نضمن نقول الصيولي بواسط كمان ناس يهود كانوا يشتغلوا بها الله بيقي بالأنجلوس هلا أيقظوا العرب تعرفي أنه بالدانيمارك أنا ما أذكر أرايت بكتاب قصة الخضارة لويل جورانت إذا احتفلوا سنة 1900 بوفاة آخر آكل نحن بشر بينامى العرب نعم قبل الإسلام من 1600 سنة عملوا حلف الفضول أول شرعة لحوال الإنسان تبقى العرب لك وين زينوا إيه على اللي صار أنه العرب عملوا شعر غنائي ليريك مثل معابل اللي ريك اللي كان عند اليونان يلي بيحكى عن الوجدين وعن الزائل الشعر الآرب يعني على الأوروبيين حقوا عنه بالرومانسية الرومانطيقية نعم يعني أحقوا عنه بالرومانسية الحلوة اللي عملوها والتروبادور اللي كانوا بإصبانيا شعراء الحب بسفور نعم شعراء الحب هلأ إجت الكلاسيكية الأوروبية نعم لأي خصص العائل أخذت لما نجو بال1452 لما نحتلت الأس ثاني هون هربوا الخوارنة ونجل أكل روس اللي كانوا هوني على فلورنسا وبلشوا يعملوا هونيكي ترجموا إلى آخرين ومنقول إنه في دونتيق أخذ من أبو العلاق ومنقول إنه نيت شيء أخذ من المتنبي هذا الشيء مش أنا أقوله وقوله المستشرقين هلأ اللي حصل إجه إجه بولوغ إجه بولوغ يعني طبعا إحنا عملينا سلالة بفريسياوي نعم إجه بولوغ عم بيقوله الموائي هاي السابر أي طبعا المكروهة الزاك مكروهة يعني شو يعني أدان أدان رومانسية أدان رومانسية نعم إجه ونريد بولزاك قال أنا سوف أنحني إلى الأرض وألم شاعر الناس بلش يعملون القواعد الكلاسيكية اللي هي نمت العقل الأوروبي نعم فلما العقل الأوروبي نمى واكتبال صار يعمل أنون صار يبشي على الأنون إحنا بالنسبة لإنه بيو شعراءنا رومانسيين ذاتيين هلا بديو أصل لأني نعم يعني ما بتحب إلا الفلس اللي هو عنده والسائف اللي هو يحامله م Feng اه فبقيت أنا نيت هالاجتمائية هي الأمر بالمجتمع اللي فاقية وبينها نكذب عالمرة وتكذب عليها المرة كل العالم تغذلوا بالمرة وكل العالم يتلوها بالبال حلو شو حلو يقول لأني فاق Learning ملاحظ أدهم كل الع العرب بيتغذلوا بالمرة بقالهم مرة بالكتب وكل ال centimeters هذا النفاق الاجتماعي. هذا النفاق. واذا بشرى بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الانسان العربي اللي قال عنه القرآن هيك. لهيك صحيح دايما اه يعني بمقدمة لم يالت ذكر ان ذكرت انه الممثل الاهم هو اللي بيطلع على خشبة المسرح وبينسى التمثيل اللي عم بعيشه كل يوم. كذلك الشاعر يعني اللي هو نحنا متل ما عم بقول استاذ حسين انه النفاق اللي بعيشه بالقصيدة. نعم. هو مغير كليا الحقيقة اللي موجودة بيومياته. حتى لدرجة انه اه حتى مسلا بمحل معاية منلاقي انه مرات اه عقدة النقص بتقود الشاعر سوى بالتباهة بالتفاخر. متل عند المتنبه مسلا. نعم. يعني المتنبه لانه كان محروم من الوطن ومن فكرة انه من السلطة. صحيح. صحيح. فهيدا النقص اللي كان موجود. عود بالحلم. صحيح. النقص اللي كان موجود بحياته انه هو اه ما عنده السلطة ما عنده الجاه. خليته انه يستعمل اللغة لحتى يرد الجاه لحاله يعني. طبعا. يعني يستعان باللغة كتعويض عن هذا النقص بالحلم. وهون ساعتا انا بقول السؤال كمان اللي بسأله دايما هل انا لازم كون شاعر او انسان بالدرجة الاولى. اهل انا لازم استخدم كل قدراتي ومهاراتي الشعرية لحتى خب الضعف اللي فيه او بدي استخدم الضعف اللي فيه لحتى يخدم القصيدة. الانسانية. ويصير بالصبت. الضعف اللي فيه لما يتحول لعمل فني. نعم. مين بيوصل? ساعتا بنوصل اتنيناتنا انا بوصل والنص بيوصل. حلو. ولكن ازا انا استخدمت الشعر اللي يخبيه لضعفه بقي ضعفه ضعفه والشعر صار واصل. وهذا اللي صار ممكن انا نفطرت بالتجارة بسابقة. لهذا انا عم بسعى انه الضعف اللي موجود هو يكون المادة اللي بتخليني انه انقل الضعف اللي فيه لقوة. والنص بحد ذاته يكون تحول مع الشروط الجمالية الموجودة فيه اللي نحنا موضوعنا انه التصالح وجمالية النص الشعري. انه تقدر الجمالية الموجودة بالنص كمان تحقق ذاتها. متل ما الكاتب يحقق ذاته. ويكون هون يصار التماهي بين النص وبين الكاتب انه اتنينتهم صاروا حال وحدة. حلو. استاذ احسان رح نختم نحنا وياك بقراءة مقطع نص شعري لضيفنا الشاعر ادهم الدمشقي. رح اختم بنص بعنوان نباح اعمل له ترويسي صغيري قبل النص واللي هي غريب الكلب المشرد شو بيشبه الفنان يالي لا قادر يكون تاجر ولا قادر يكون زاهد. حلو. تماما مثل الكلب المشرد يالي مش قادر يرجعه حرة على الغابة لانه ماعد يعرف يدفع عن حاله. مهم. ولا قادر يكون كلب بيتوتي مربوط بجنزير وعظمة. ويالي بيوجع انه اتنين ممكن يموت اندعس على الطريق. ما اقرب الكلاب المشرد الى قلبي. ما اقرب الكلاب المشرد الى قلبي. عيونها مرايا تلمع في الضوء وتعد باتجاه الليل. يغمر الليل وجهي فامشي. ايتها الكلاب الوحيد كخيبتي. علمين كيف اضرب فانسى واذل. علني افهم كيف يعيش اهلي. ايتها الكلاب الوحيد كقلبي. علمين كيف امارس الجنس بلا حب. علني افهم كيف تكالب النسل. ايتها الوحيد كروحي. علمين كيف انبش عظام المقابر لأعيش. وكيف يلف الله جنزيرا على عنقي. ومسبحة لأعيش. علميني كيف انام ذليلا على الابواب والعتبات. واهز ذيلي لأهل البيت. وارج صوتي للغريب. واطارد قطة الشوارع. وادلق شهوتي في العراء. لأعيش. علميني كيف اكتم نباحي واصلي كي اعيش. ما اقرب الكلاب المشرد الى قلبي. عيونها مرايا. تلمع في الضوء وتعدو. باتجاه الليل. يغمر الليل وجهي. فامشي. ايتها الوحيدة. كغربتي وتمردي. جري نباحي وغربي. فالمدينة رمت لنا عظام اهلها. ونامت. حلو كتير. شكرا للشاعر ادهم دمشقي. شكرا للشاعر حسين حجازي. شكرا لزميلنا المخرج جورج عون. اطيب تحيات لالكن. لقاء الخميس انتهى لليوم. من عيدكن من جديد. وموعدنا الخميس مقبل ساعة اتناعش الظهر. اذا بتحبو لقونا.